طب لماذا آمن أهل البوسنة بالإسلام ولم يؤمن أهل كرواتيا أو صربيا أو يغوسلافيا برغم من الفتح العثماني لهذه البلاد هذا مفصل أساسي في الصراع السياسي الدائم موجود أهل كرواتيا كانت تنتشر عندهم الكنيسة الكاثولوكية في الأصل وأهل صربيا ينتمون إلى العقيدة الأرثوذكسية المسيحية الأرثوذكسية البوسنويين يقولون لا نحن كنا عقيدة موحدة وحافظنا على الكنيسة البوسنوية كانت كنيسة توحيد كنيسة موحدة من قبل فلذلك كان التقاءهم مع العقيدة الإسلامية وتقبلهم لها كان بفرح وسرعة وسهولة في عكس السراع الباباوي في الكنيسة الكاثولوكية الكرواتية لأنها تمثل أيضا المشكلة أنها أصبحت تمثل الحد أو الفاصل بين انتشار الإسلام والظهير الكاثوليكي في هذه المنطقة الجغرافية بتاعتها تنبوسنا جغرافية مميزة جدا هي دولة تسمى في العلم السياسية البفرستيت أو دولة تلتقي عندها حضرات مختلفة أديان مختلفة أعراق مختلفة أشكال مختلفة من الناس يعطيها تنوع كبير جدا والتنوع جميل في أوقات السلم لكن يعطيها أن هي منطقة أزمات تكون شرارة صراع دائما تخرج كل فترة من الفترات اشتركوا في القناة